اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب امتى المعاد ده بيبتدي حتى على اختلاف الايام القاعدة العامة ان بيبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم لكن الحقيقة ودي نقطة مهمة في حالات ما بيبدأش معاد الطعن في الحكم الا من تاريخ اعلانه اللي هي نصت عليها المادة 213 مرافعات المادة 213 مرافعات قالت ان بيبدأ الطعن من تاريخ اعلان الحكم في حالة اولى هنقولها اذا تخلف الخصم عن الحضور نهائيا يعني ان كانت الخصومة من اولها من اولها لغاية اخرها غيابي الخصم ما حضرش خالص هنا ازاي هيبدأ معاد الطعن بالنسباله وهو ما حضرش ولم يمسل امام القضاء نهائيا هنا يعتبر من تاريخ الاعلان بينفتح ايه المعتق الحالة التانية ازا كان حضر وبعد كده حصل انقطاع في تسلسل الجلسات مفهوم انقطاع في تسلسل الجلسات كانوا مرافعات ما عرفوش لكن احكام النقضة صراحة تعرضت وشرحت ووضحت ايه هي حالات انقطاع تسلسل الجلسات القضية كانت شغالة والخصم كان بيحضر فيها فجأة اتشطرت قام احد الخصوم بتجديدها مادة تانية مرافعات قالت اي خصم من حقه انه هو يجدد عمل اعلان بالتجديد لما عمل اعلان بالتجديد خصمه تخلف عن الحضور بعد كده هو كان حاضر قبل انقطاع التسلسل قبل الشب في المسأل اللي احنا قلناه بعد الشب اعلن ولم يحضر وفضرت القضية تؤجل ولم يمسل نهائيا هنا يعتبر الحكم الريابي بالنسباله صدر حكم بالوقف الجزائي صدر حكم بالوقف التعليق القضية السليفة تصيرها بعد ما زي ساب الوقف وتم اعلانه لكنه تخلف كليتا عن الحضور هنا يبقى من تاريخ الاعلان ينفتح المعاد بتاع الطعن في الحكم كان محكمة النقضي لها تطبيقات مهمة بالنسبة للجزئية دي قالت بالنسبة للحالة حضر فيها الخصم قدام الخبير والقضية كانت بتتداول امام الخبير وبعد كده القضية رجعت تاني للمحكمة وتخلف عن الحضور محكمة النقضي لها اتجاهين في الحالة دي وفكها برضو انقسم البعض قال ان حضور الخصم قدام الخبير يحقق العلم منهم استاذنا الفاضل الدكتور عيدي القصص رئيس كاسم المرافعات بجاب كورية الحق جامعة الزئزي بيقول ان العبرة بالعلم وتحقق المواجهة انت ده تحقق لما انت حضرت قدام الخبير ومثلت وعرفت ان في دعوة وتصل علمك بيها وحضرت قدام الخبير ودفعت فحتى لو رجعت محكمة انت تعلم ان في دعوة وان ما قالها ان هي هترجع من الخبرة للمحكمة مرة تانية وبالتالي يعتبر هنا حتى لو انت محضرتش قدام المحكمة بعد لعدم الخبرة لا ده المعاد هنا يعتبر من تاريخ صدور الحكد مش من تاريخ الاعلم فيه احكام نقضة تانية قالت ان لأ لازم يحضر قدام المحكمة لازم ان هو يمثل امامها المسؤول امام الخبير غير محقق للعلم تكافي لازم يمثل امام مجلس القضاء وكده يعتبر عدم حضوره امام القضاء حتى لو كان حضر قدام الخبير لا يؤدي الى انفتاح المعاد بالنسبة له ويعتبر الحكم الريابي لازم ان هو يعلب به فيه حكم مهم صدر من الهيئة العامة لمحكمة النقضة بجميع دوائرها سنة 2005 قال ان قبل كان الوضع قبل صدور الحكم دو ان الطاعن لو بيطعم في الحكم بعد المعاد عليه ان هو يروح يجيب بياخد تصحيح المحكمة ويروح يجيب شهادة من البريد ان الاختار ارتد عشان يثبت ان هو لم يتصل علمه وبالتالي يبقى المعاد مفتوح بالنسبة له بعد سنة 2005 محكمة النقضة بجميع دوائرها الهيئة عامة اجتمعت وحطت مبدأ ان هنا حتى لو انت رفعت الطعن بعد المعاد عيب الاثبات بينتقل لخصمك اللي هو المطعون ضده اللي هو كان محكم له في الاول هو اللي عليه عيب الاثبات ان هو اعلنك بالحكم عشان يتوصل ان يسقط حقك فيه ما قدرش ان هو يثبت يبقى يفترض ان طعنك فيه المعاد بدام ان الحكم غيابي حنبقى نذكر لكم ركم الحكم ده في رابط حنحطه بعد الفيديو ما يتعلق فيه حالة ثالثة اللي هي نصت عليها المادة 228 مرافعات ان اذا الحكم تبنى على غش هنا ولا معادة الطعن بيبدأ من تاريخ صدوره ولا بيبدأ من تاريخ اعلانه لان المشرع راعة تبقى الاعتبارات العدالة ان من تاريخ اكتشافك للغش لان انت ما كنت اشتعلق بس برضو اشترطت احكام من نقض في الغش ده ان هو يكون خافي على الخصم ما يكونش متصل علمه بيه طول مراحل نظر النزاع اما اذا كان موجود وقدر انه يدافع وقدر انه يتلع عليه يبقى هنا لازم انه هو كان كان يرط اه نتمنى ان احنا نكون افدناكم والمعلومة وصارت كل عام انتم جميعا بشكل